طعام بالمرقة حمراء بالحم بالناء خرمت على العرس الطعام يجي على حبا يجي مزربا يجيش كامل مع الجن تابعوا فقط الوصفة جبتها لكم بالتفصيل الموميل في الكوكوطات درت زيت وسمن مع الحم كيت قلة درت البصل وخليتوا يدبال تخي تخي بيان في هاد المرحلان درت طعامات مصبرة في الفل اسود وعد صغير قرفة نقلي شوية وندير شوية ما بشوية تحرقوا ليش توابل مع الملح كيت قلة ملح نمرق ندير الحميصة ديالي ونغلق عليها كي طيب الحم ديالي والحميصة درت زروا دياب بطاطا والقرعة وغلقت عليها وخليتها الطيب بالنسبة للطعام كيلتو لكم بالكاس درت 3 كيسان ونصف طعام ودرت الماء هنا يلزم نغسلوا ملح نحلو كامل هادك نشاركون فيه زيادة نرمي هادك الماء ونبدأ نعصر فيه هكذا مباشرة نقوم بتخليه بزاف الماء نكمل كامل مباشرة نعود نرجوه للجفنة ديالي ندره حوالي يزوجه ملاعق ونحلو بهالطريقة نخليه ينشف بعد ما ينشف له نعود نحلوه ونديرو في الكسكاس نفوروه للمرة الاولى درت له كاسمه مع الول بعد ما فار وخلطته جيدا درت له نصف كاسمه واحد اخر ودرت له معه الملح وخلط جيدا ونبدأ نحطوه دوكوتي هنا ينعود نفتحو قنصي جامعي يتكوروه ونحطوه دوكوتي ونخليه ينشف ملح انا الطعام ليستعملتو سيم طعامي هكذا بشتاعرفو الماء قادير ملح بسكو كل طعام كيفاش في الماء فورتو للفورة التانية الكاس تعلما هاد المرة نديروه تدريجيا والملح دوقوه لحسب الدوق نديروه تدريجيا ونخلط زيت له شوية ملحقيتو شوية ملسوس ونعود نحطوه دوكوتي ونخليه ينشف جيدا بعد ما ينشف نعود ندير له ملعقة واحدة من الزيت نعود نحلو ملح باش هتبعام يجيني مزربة عيجي على حبه ميجيش فيه الكويرات هادوك نفورو الفورة التالتة وفي هاد المرحلة نديروه مارغارين ولا زيت زيتون ولا كل واحد وشي ديرو اختياري نخلطوهم جيدا ونسربيهم جا بزف بزف بنين جربوه وخليولي عايكم في الكومنت